السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباه بإحسان إليه ودين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع المجالس تعليق على رسالة وصول السنة للإمام أي بكر عبد الله بن الزبير الحميد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم يا أبا محمد لا تقول ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء هذا تقدم لشره إليه لكن كأنه أشار إلى شبهة من قال بعدم النقص ولها ذكر قصة سفيان مع أخيه فسفيان هو ابن عيين وابي عمران الهلالي الإمام وهذا من أجل شيوخه ولهذا روايته عن سفيان هو ابن عيين وهو عبد الله بن الزبير الحميدي وهذا مما يعرف به تمييز سفيانين سفيان الثوري سفيان ابن عيينة مثل حميدي إذا أطلق سفيان فإنه يريد ابن عيينة وسفيان الثوري تلاميذه أقدم من تلاميذ سفيان ابن عيينة قال لمن قوله وعمل جيدة ينقص كما تقدم في الأدلة فقال له أخوه إبراهيم أخوه إبراهيم هذا هو بن عيينة وله رواية في كتب السنن وله إخوة إبراهيم سفيان له إخوة له إبراهيم وعمران ومحمد وآدم كما ذكر صاحب تهديب الكمال رحمة الله عليه لكن بعضهم روايته في السنن مثل عمران وإبراهيم ومحمد ذكره الحافظ تمييزا تمييزا وإبراهيم وعمران فيه بعض اللين لكن الإمامة وجلاله والحفظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايتها الذي اشتهر إمامته رحمه الله خصوها في مكة هو سفيان بن عيين رحمة الله عليه ولد سنة سبع بعد المئة وتوفي سنة تمان وتسعين له واحد وتسعون سنة لما مات رحمة الله عليه ولهذا لما قال أخوه إبراهيم لا تقول ينقص كأن هذه شبه دخلت عليه من من قال مثل هذا القول وأنه إذا نقص منه شيء بطل لأن هذا مما تقوله خوارج وأمثالهم وأنه إذا نقص منه شيء كأنه ذهب ركنه فيبطل فإذا ذهب بعضه ذهب كله تقدم في كلام أهل العلم أنهم مجمعون على أنه يجد وينقص لدلالة الكتاب في هذا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا حقيقة الإيمان وهذا واقع لا في باب العمل متعلق بعمل الجوارح ولا في باب العمل متعلق بعمل القلوب وهو أعظم ولا شك أن الصدق تصديق بالقلب يختلف تختلف درجاته حتى يقر ويستقر ولهذا هو بمعنى الإقرار ويقر وهو قول القلب ثم ما يكون بعد ذلك من عمله وخوفه ورجاؤه وتوكله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الرجاء مع الخوف هذه كله أعمال من أعمال القلوب من أعمال القلوب وأهل العلم كما تقدم متفقون على هذه الأصول وأنه قول وعمل قول باللسان وعمل وركان وكذلك اعتقاد بالجنان وخالف في ذلك فرق من فرق المرجية وهم على درجات في هذا الباب أظلهم المرجية وهم غلاتهم وهم الجهمية الذين يقولون هو المعرفة وعلى هذا يكون إبليس مهمل لأنه عرف ربه عرف ربه ومن ويقابلهم من يقول إن الإيمان هو النطق وعلى هذا يدخل المنافقون لأنهم يقولون بأسينتهم يشهدون الله وهم جاحدون أو هم كافرون بها باطنا لكنهم يظهرون ظاهرا والفرقة الرابعة هو مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو نطق باللسان واعتقاد القلب ومع ذلك لا يقولون بالعمل فهم يقولون بأنه إقرار باللسان وكذلك التصديق 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 بذلك لكن لا يدخلون أعمال القلوب لا يدخلون أعمال القلوب في ذلك وجعلوها متميزة وقالوا إن الله سبحانه تميز بين العلم والإيمان وهذا بين أنه كلام باطل وأنه حين يقرن العمل بالإيمان فكسائر ما يقرن من هذه الأوصاف مثل الإيمان والتقوى والبر والإحسان والإسلام والإيمان هذه إذا قرنت مع بعضها يكون وصف الإسلام شيء وصف الإيمان شيء وصف البر شيء وصف الإحسان شيء حين تأتي هذه قرنت مع بعضها وإن كانت متلازمة الداخلة في أصل الشيء وحين تفترق يكون هذا له وصف وهذا له وصف لكنها متلازمة ولا يمكن أن يكون إلا بيقين القلب لا يمكن أن يكون بيقين القلب فهي متلازمة وكما في الإسلام والإحسان النبي عليه الصلاة والسلام عرف في حديث جبرائيل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان وصف بأوصاف ومع ذلك وصف الإيمان بخصال الإسلام في حديث وفد عبد القيس في حديث ابن عباس أدل خموس من المغن فذكر أمورا من أمور الإسلام وأركان الإسلام فهذا يبين أنها منه ولهذا كان العمل فيه العمل فيه جزء منه ولازم له سواء قلت ركنا أو شرطا فلهذا أنكر عليه وقال سكت يا صبي حتى لا يبقى منه شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير مندي فليس وراد عليك من محبة خرد أي من الإيمان متعلق بإنكار المنكر فعلى هذا يكون زيادته ونقصه أمرا متلازما لأن كل شيء يزيد فهو ينقص وتقدم الإشارة إلى أن الذي دلت بالنص في بعضها بالنص على زيادته وبعضها بالنص على نقصه وما دل على زيادة دال بالمفهوم على النقص وما دل على النقص دال بالمفهوم على زياده وهكذا الذي يصدق بعضها بعضا وتأتلف وتجتمع ثم قال رحمه الله مما هو أصل من أصول السنة أصل عظيم في هذا الباب قال والإقرار بالرؤية بعد الموت بعد الموت لأنه كما قال عليه الصلاة واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وقال سبحانه لما قال موسى ربي أرني قال لن تراني أي في الدنيا ولكن ينظر إلى الجبر فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله دك وخر موسى صاعقا فبين له أنه لا يراه وأن لا أحد يستطيع رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا ولهذا جعل له أمرا واضحا وهو التجلل للجبل وكيف خسي بهذا الجبل في الأرض كيف لموسى عليه الصلاة والسلام فإن أصابه ما أصابه والإقرار بالرؤية بعد الموت وهذا محل إجماع من السلام دلت على ذلك النصوص في كتاب الله وهي نصوص صريحة وواضعة كالنصوص الصريحة في باب الكلام وباب الصفات وأنها هذه الأدلة تؤخذ كما قال سبحانه وتعالى وخاطى بها سبحانه وتعالى وعلى قول من خال في هذا أن هذه النصوص لا يجوز اعتقادها ولا يجوز الأخذ بها وأنها اعتقادها صرح بعضهم بأنه كفر ومعنى ذلك أنهم يقولون إن الرسول ساكت يعني لو كانت هذه النصوص على ما يقول لكان الواجب بيان ما يجب اعتقاده بل الرسول عليه الصلاة والسلام أكد معناها وأكد دلالتها في رؤيته سبحانه وتعالى بأن ضرب الأمثال الواضحة في هذا كما سيئت إن شاء الله في حديث جريل وحديث بهريرة في هذا الباب ولهذا قال والرؤية بعد النوت وهو أعظم نعيم أهل الجنة نعيم الجنة يتنعمون بما فيها من من القصور وما فيها من الأنهار والأشجار وما يطعمون وما يشربون ويلتدون هذا النعيم العظيم لكن نعيم أعظم من ذلك ولذة أعظم ليست من جنس هذه اللذة مما هو يتناول بالأكل والشرب أو يشاهد من سائر ما يشاهدونه في الجنة على الأرائي كي ينظرون لكن رؤية الله وهو نعيم ولذة لقلوبه فما أعطه شيء أنا حب إليهم من النظر إليه سبحانه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقات لغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كما الحديث الصحيح ولهذا قال والإقرار بالرؤية بعد الموت في الجنة كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه لدن الله قاصمة لظهور المبتدع المنكرين ورؤية اللاجم لأنه أضاف النظر إلى الوجوه ومحل النظر هو الوجه وجوه يومئا إلى ربها ثم عداه بإله وإذا عدي بإله هذا لا يحتمل غير النظر إليه سبحانه وتعالى النظر حقيقة وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الشافع رحمه الله وأجمع العلماء على ذلك قال لم يحبس هؤلاء أو يحجب هؤلاء في الصغط إلا ليراه أولئك في الرضا عن الجنة فهذا المعنى وهو رؤيته سبحانه وتعالى دلت عليه الآيات صراحة وقال سبحانه للذين أحسن الحسن وزيادة للذين أحسن حسن وزيادة ثبت بالحديث الصحيح من حديث صهيب من سنار رضي الله عنه بين أهل الجنة في نعيمه إذن أدام مناد يا أهل الجنة ألا تريدون أن أعطيك شيء قالوا يا ربنا قد أعطيتنا قالوا له ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فبينما ذلك إذ طلع عليه سبحانه وتعالى وثم تلا قوله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا حسن وزيادة الحديث لمعنى هذا ففسر بقوله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا حسن وزيادة أن الزيادة هي النظر والزيادة في هذا أعظم وأرفع من المزيد عليه وهم وما هم فيه من النعيم وقال سبحانه ولدينا مزيد وهذه الآية تفاسير السلف جاءت مرفوعة وموقوفة على أن الزيادة مزيد في يوم المزيد وجاء في حديث أنا صغيرة عند طبري والطبران والبزار من طرق عدة اختلف فيها أن يوم المزيد هو يوم ينظرون إليه سبحانه وتعالى وجاء بعض البيئة أنه يوم الجمعة المقرد أنه من ضمن الأدلة التي يشواجه هذا وجاءت آثار ووقوفة على كثير من الصحابة رضي الله عنهم فالأدلة الصريحة في هذا أيضا مما يؤكد هذا المعنى ويدل عليه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا يبين أن دلالة الآيات دلالة صريحة خلاف ما يقول هؤلاء المبتدعون الذين يقولون لا يجوز اعتقاد هذا الشيء النبي عليه الصلاة يؤكد هذا المعنى ويزيد تأكيدا في حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة لما قال لما قال يا رسول الله في صحيح هل نرى ربنا يوم القيامة هل نرى ربنا يوم القيامة الحديو وفيه قال هل تضارون في الشمس ليس لدون سحاب الحديد فإنكم ترون ربكم كذلك شبه الرؤية بالرؤية والمشبه المرئي بالمرئي لكن بياني حقيقة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ضرب هذا المثل عليه الصلاة والسلام الذي لو اخترع مختلع أو حاول من يوجد مثالا في تدليل ومبارع على حقيقة الرؤية لم يستطع لأن الشمس أظهر شيئا في الوجود فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ترونه كذلك وفي الصحيحين في القمر ليلة البدر وفي الصحيحين ينجرين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك قال ذلك أيضا في الصحيحين فقال لهم يعني إنكم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر يعني لا يحسوا عليكم ضرر ولا هل تضامون يعني يضم بعضكم بعض معنى أنه يقول أين القمر كل يراه ما يحتاج الناس حينما يريدون أن يروا شيئا بعيدا بعيدا عنهم لا يكاد يرى قد ينضم بعض بعض يقول انظر هل رأيته فيقول ثاني لم أره ويقول إنه إلى هنا حتى يظهر له فهذا لا يحتاج إليه في هذا فرؤية سبحانه وتعالى كما يرى القمر كل يراه لا يحتاج إلى تضام ولا إنسان عليهم ضرر في رؤيته هذا من أبلغ الأدلة وأوضحها في رؤيته سبحانه وتعالى رؤية حقيقية رؤية حقيقية وأن الرؤية هذه أيضا كما جاء في رواية عند البخاري عيانا هذه رواية وإن كان نفس عيانا قد تكون فيها لكن الحدي الصريح وأنه سبحانه وتعالى يرى أهل البدعة في هذا منهم من نفاها مطلقا ومنهم من أثبتها على وجه هو في الحقيقة لا يعقل ولا يتصور ولهذا لما قال بعض الأشاعر إنه يرى بغير مقابلة يعني لا يرى إلى جهة الأمام ولا الخلف ولا يمين ولا أي جهة من جهة يرى في غير مقابلة قال أهل العلم من قال هذا القول ينبغي يراجع عقله وينظر هل معه عقله حين قال هذا الكلام هو مصادم للأدلة في هذا هم يقولون يعني نشأ في قلوب شبهة باطلة كلها لأجل هذا المعتقد في هذا الباب في باب الرؤية وفي غيرها من الأسماء والصفات وأنه يلزم عليه التجسيم يقال إن كان هذا لازم حق إن كان هذا اللازم صحيح فلازم الحق حق إن كان هذا اللي تقولون إنه يلزم عليكم جسم إن كان لكن نقول هذا هذا القول لا نطلقه ولا ننفيه ونستفسر مثل الجهة كما فصل عن في الجهة لكن نقول ما قال الرسول عليه نقول ما قال الله سبحانه ونقول ما قال رسول الله سبحانه لا يتجاوز لا يتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوزهما ولا نتعداهما ولا تدخل عقلك في ما سوى ذلك لأن هذا دخول بعد ذلك في أمور أنت لا تدركها وفي كيفية لا يجوز لك اعتقادها بل تثبت كما أثبت سبحانه وتعالى ولهذا تجرى عليهم المعتزلة وقالوا لهم إما أن تقولوا بأنه يرى كما يقول مخالفوكم وإما أن تنكروا الرؤية كما نقول نحن فكانوا أعقل منهم فقالوا إن قولكم يرى على هذه الصفة لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شيء هذا قول باطن قالوا ذلك فتجرأوا عليهم فلها ترى من يقول هذا القول مضطرب وهذه البدعة ناشى بلدة أخرى في مسألة نفي العلو وتحريف وتبديل الاستواء كما سيأتي إن شاء الله في كلا شرحي إلى هذا في كلامي رحمه الله هم يقولون منهم من يقول استدل بأدلها في الحقيقة عند التأمل الأدلة التي يستدلون بها هي دليل على القول الصحيح والقول الحق القول الصحيح هو القول الحق في أنه سبحانه وتعالى يرى منها قول سبحانه وتعالى هم يقولون لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فقالوا معنى لا يرى وهذا كلاه فاطر إذ إدراك غير الرؤية بل هذا دليل من أدلة أنه يرى سبحانه وتعالى ولهذا يقول العلماء أن تترى الشمس وترى السماوات هل تدركها لا تحيط بها ولا تدركها إدراك شيء ورؤية الشيء وبسط هذا البحث حيث الله عليهم بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة اللغة ولهذا لما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يربي سيهديه هم قالوا إنا لمدركون يعني أنهم وكان الجمعان متقابلين مترائيين فأثبت الرؤية هو نفى لإدراك ونفى لإدراك والمعنى أخبر بأن الله سوف ينصره عليهم والإدراك معنى لحاطم الشيء والله سبحانه يقول ولا يحيطون به علما فهذا من عظمته سبحانه وتعالى أنه يرى لكن لا يحاط ولا يدرك سبحانه وتعالى كما أن المخلوقات العظيمة تراها ولا تحيطها ولا تحيط بها بل من جنس ما يراه الناس اليوم ويشاهدونه من بعض الأمور التي ربما هي من صنع الإنسان قد يراها ويعرف لكن لا يدركها ولا يحيط بها فكذلك في هذا الباب والله سبحانه جل وعظم فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى أيضا قالوا لما قال موسى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر وكانوا سوف تراني لن تراني قالوا إن لن لن في التأبيد قال لن تراني وهذا كلام باطل بالإجماع لأن أولا إذا كنت تقول إنه لا يرى لا يرى وأن سؤال الرؤية هذا مناف للعاقل هم يقولون ذلك فالمعنى ذلك أن موسى سأل شيئا وأمرا لا يجوز والله سبحانه لم يقل إني لا أرى قال لن تراني ولكن انظروا إلى الجبل استقر مكانه سوف تراني يعني في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا لأن الخلق على ضعفهم لا يستطعون ذلك لكن هم يكونون في الآخر على خلق آخر فالله سبحانه وتعالى وهيهم لذلك ويكون في ذلك النعيم العظيم ثم لن قد تكون لنفي التأبيل وقد تكون لغير ذلك ودلة الأدلة على ذلك ولهذا قال سبحانه في نفس الآية ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني علقه بأمر ممكن فالله سبحانه وتعالى لو شاء لثبت الجبل ولم ينخسف فعلقه بأمر لكن بيّن أنه لا يتحمل الجبل عظمته ولو شاء سبحانه وتعالى لثبته كما أنه سبحانه وتعالى في الدنيا في الآخرة يجعل لهم من التهيئ ما يحصل له الرؤية والتمتع بذلك في الجنة لكن حين تكون لن في سياق ولهذا حسب السياق والدلالة في قول سبحانه لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعون في هذا النفي للتأبيد فجاء تدل على النفي ثم جاء ما يدل على وقوع الشيء لبيان أن النفي في وقت معين وحال معين كقول سعاد لن تراني وجاء ما يدل على أنها تكون نفي التأبيد ولهذا قال مالك رحمه الله ومر ومر عن نفي بلن مؤبد فقول هردد وسواه فضد يعني هذا رد على الزمخ شري وأمثاله ممن يقول هذا ممن يقول هذا فيما يتعلق برؤية ولدل كما تقدم في هذا الباب كثيرة في السنة بل متواترة سبق حديث جريب حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجريب عنهم ومتفق عليه وكذلك حديث من موسى لا شعر رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم وبين القوم هو وينظر إلى الله سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن خلاله وماذا يفعلون بهذه النصوص تأولوها بتأويلات باطلة وتأويلات كما تقدم في أدلة صفات وغيرها يعني أدلة تأويلات مضحكة وهذا من نصر الله لهذا الدين وذلك أن ما من مبطل يستدل بقول يريد أن يبطل به دلالة صريحة إلا كان في قول هذا دلالة على بطن قوله وفي الآية لا تستدل بها مما يشبه به دلالة على عكس مرادة مثل ما تقدم في قولهم في قول لا تدركوا الأبصار وهو يدركوا الأبصار بما يقابلون هذا يقابلونه بتأويلات باطلة وأخبار موضوعة أو في حكم الموضوع بل متناقبة وإما ذكر في هذا الباب أثر مرويث مسند ينسب إلى الربيع بن حبيب وهذا الكتاب الكريم يقول لا أصل له ولا تعرف له أصول ولا مخطوطات وأخبار منكرة والدليل في هذا الباب رواية عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه رواها صاحب هذا المسند من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس في قصة وأن رجلا كان يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى وأن يمن عليه برؤيته في الجنة فقال يا هذا إنك اعلم أنك لن ترى إنك لن ترى ثم ذكر بعد ذلك في نفس الأثر المروي وإنه لن لن يراه الأولياء إلا كذا وكذا فنفى الرؤية في أوله وأثبت الرؤية في آخره للأولياء فيكفي أولا أن المتن متناقف في إثباته أولا وإثباته آخر لو تحذلق بكلام يريد أن يقول لا دلالته على النفي كالجملة السابقة يقال هذا الخبر من رواية جويبر بن سعيد جويبر بن سعيد هذا متروك كيف يكون الاعتماد في هذا الباب لرد النصوص وإبطال النصوص بالتأويلات الباطلة وبالأخبار التي في حكم الأخبار المكذوبة من هذا الطريق الذي هو من طريق رجل متروك لو جاء حديث من طريق إنسان ليس ضعيفا بل صدوق قد يكون يبلغ في الثقة مبلغا لا بأس به فيروي خبرا مخالفا لخبر متواتر لكان القول لكان هذا الخبر لا يصح بل يحكم عليه بأنه منكر مع أن نراويه إذا روى أخبرا أخرى فروايته في حكم نقبول أو في حكم الصحيح لأنه لم يروي شيئا منكرا إنما لم يروي شيئا منكرا فعلى الجادة يقبل خبره لكن لما روى خبرا يخالف الأخبار الصحيح كان باطل فكيف إذا كان هذا الخبر يخالف النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول عليه الصلاة ويصريح وواضح ثم هذا الخبر من طريق إنسان متروك متهم ثم فيه انقطاع بين جويبر هذا والضحاك والضحاك كلها ظلمات بعضها فوق بحو فيبين إفلاس القوم حتى لجأوا إلى مثل هذا فكيف يستجيزون أن يجعلوا هذا دين يدان الله بإسم الله تعالى في أعظم المسائل لكن هذا غير مستغرب ولهذا هم يعمدون إلى الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي في الصحيحين وفي غيرهما ودلالتها واضحا فحاولون أن يبطلوها وليس قصدهم هذا الخبر إنما قصدهم الأخبار يدل على في باب التوحيد والعاخيدة فيعمدون إلى أخبار ربما لا تتعلق بهذا الباب الرؤية والصفات لكن أخبار أخرى فيريدون بها أن يجعل سلما في الطعن على الأخبار الصحيحة المتواترة في هذا الباب ويومئون إلى ذلك ويرمزون إلى ذلك وإما يذكر في هذا الباب حديث رواه مسلم في صحيحي فيه طول لكن مختصره أن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يقتل رجل يتهم بأم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم حديث من طريق في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفيه أنه أمره أن يقتله لأنه كان يتهم بأم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب علي رضي الله عنه إليه ينفذ أمر النبي عليه الصلاة فوجده يغتسر في ركي إما في بير فقال أخرج وأخذ بيده فإذا هو مجبوب لا ذكر له فعلم رضي الله عنه أن هذه التهمة التي أشاعها من أشاعها هذه قد تكون يعني من المنافقين بل لا تكون إلا منهم يعني هذه دين دينهم دينهم مثل ما وقع في قصة عائشة رضي الله عنها لكن هذا في أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه مجوب قال أحسنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال هؤلاء قالوا كيف نقبل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر علي أن يقتل رجلا بغير بينة ولا إقرار ولا شهادة ثم هذا الرجل ينظر هل هو محصن أو كذا إلى غير ذلك هذا كله من الجرأة على السنة وعدم قدر النصوح حق قدرها أهل العلم جاوبة أجوبة كلها واضح وبينة لأن هذا يتعلق بفراش النبي عليه الصلاة والسلام وأم ولده والنبي كما هو الجواب المحقق الذي اعتمد وكثم العلمين كان الأجوبة الأخرى أيضا كلها قوية وقد ذكرها بالقيم وذكرها غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمر وأن هذا بما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يشاعر أنه أمر لا يصح لكنه بما يشيعه المنافقون وقد يبلغ كيدهم في بعض الأمور فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بما علمه الله أنه لن يقع هذا الشيء إنما أراد بهذا أن يظهر بذلك أنه يريد قتله حتى يظهر الأمر فلهذا ارتعد وخاف ذلك المتهم بهذا الشيء فبدى منه ما بدى حتى ظهر أنه مجموب فبطلت هذه الشبه وكبت الأمر في مهده وأميت هذا الباطل في مكانه فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حسنا فعله بذلك وهناك كما تقدم وجهة أخرى وكما قال العلم لا يأتي مبطل في هذا الباب أو غيره بجواب كلام يريد به أن يدحض شيئا صحيحا إلا كان في حجته الباطنة ما يبطل قوله وشبهته فأسأله سبحانه وتعالى لولكم التوفيق والسرد وقبل ذلك قبل ذلك أيضا أشير إلى مسألة الرؤية ولم يشر إلى مسألة مثل ما أشار في مسألة الكلام إلى أن الرؤية الرؤية الصريحة وواضحة وبينة من صراحة النصص وقد نص العلماء على أن من أنكر الرؤية كمن أنكر كلام الله سبحانه وتعالى قال إنه مخلوق وأنه ما ننكرها بعد تبين الأمر أنه كافي عند جمهور السلف وهذا الأمر مثل ما تقدم التكفير بهذا على العموم لكن الشخص المعين لا يوصف بهذا ولا يوزن بهذا حتى تقام عليه الحجة ويتبيل هالأمر ويكون بعد ذلك مخالفته عن مكابرة وظهور الحق والمكابرة بعد ذلك لا تقبل فالحمد لله على الإسلام والسنة سأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك لنا ولي جميع أخوان المسلمين على لكم مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر